الحشو هذا مضوعنا إذا قلت المبالغ المالية فقد حشوت قل المبالغ تكفي لا ضرورة لكلمة المالية هذه زائدة القصيدة الشعرية القصيدة تكفي هناك حشو من نوع آخر في الأسلوب نحن نريد لماذا قلت نحن نريد كلمة نريد تحتوي بداخلها نحن فلا حاجة لها لكننا نترجم عن اللغة الإنجليزية كثيرا وأقبح منها القول سوف لن أقبل لماذا سوف قل لن أقبل هذه تحتوي المستقبل وتحتوي النفع أيضا لن أقبل بذلك هذه أقوى مختصرة وهذه أعرب كذلك عندنا كلمة نقول الأمر الأكثر صعوبة أن ننزل على السلالم الأكثر صعوبة لماذا لماذا لا نقول الأصعب أقول لكم لأنهم في الإنجليزية يقولون مور ديفيكلت في الإنجليزية إذا قالوا سهل فهو إيزي أسهل إيزير كلمة واحدة فإذا قالوا صعب فهم يقولون ديفيكلت وأما أصعب فلا يستطيعون أن يقولوا ديفيكلتر يقولون مور ديفيكلت نحن نترجمها ترجمة ببغائية ونقول الأكثر صعوبة لا حاجة لها ونأتي إلى أقبح القبائح الببغائية ورشة العمل لماذا العمل لأنهم بالإنجليزية يقولون وارك شوب لو قالوا شوب وحدها لكان معناها دكانا فيضعونا وارك في العربية الورشة كافية لماذا نضيف كلمة عمل الطريف أن كلمة ورشة لم تأتينا من الفارسية ولا من التركية جاءتنا من الإنجليزية وارك شوب ورشة أخذناها من الإنجليزية في مطلع القرن العشرين في مصر وهذا موثق فإذا قلنا ورشة عمل فنحن أضفنا إضافة لا معنى لها الورشة تكفي وهي كما قلنا كلمة أجنبية الأبيات الشعرية أيضا لا معنى لها نحن في العربية نجمع بيت القصيد على أبيات وبيت السكن على بيوت فإذا قلت الأبيات فقد وصلت لا حاجة إلى الشعرية هذه ببغائيات في اللغة يحسن بالمرأة إذا أراد أن يكون بليغا وفصيحا أن يتجنبها وقد قال كامل الكيلاني في إحدى قصصه للأطفال ببغائي ببغائي أنت شبه الفصحاء ونريد أن نكون فصحاء لا أشباه فصحاء فصحاء